السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة للإخوة والأخوات تحية طيبة لجميع المناضلين والمناضلات داخل المغرب وخارج المغرب وتحية خاصة لجميع المشتركين في القناة في هذا الفيديو سنهضر على الفيديو الذي سنهضر على الحسن الثاني الأب شرعي له وهو البشر قلاوي هذا الفيديو لقى واحد لإقبال كبير يعني شافوه الناس حتى الآن وصل 400 ألف مشاهدة وأن الناس اللي عجبهم الفيديو قد الناس اللي ما عجبهمش الفيديو أن في المغرب كان 50% لملاكيين و50% لمشي ملاكيين يعني 50% اللي كي آمنوا بالحرية والديمقراطية وكان 50% اللي كي آمنوا بالعبودية يعني هاتش اللي دونك هنا ما يحاولوش مثلاً إذ تطلع شي مجموعه و تقول ليه أن مثلاً هاد الحقيقة ولا هاد الحقائق مثلاً را غير شوية المغاربة هم اللي تعرفوها ولا غير الخوانات ولا اسمته نو 50% هاد 50% غير الناس اللي متاح لهم أنهم يدخلوا يشوفوا الفيديو اللي متوفر لهم الانترنت اللي عندهم الإمكانيات باش يكون عندهم حاسوب باش يدخلوا للانترنت الناس اللي عندهم الوقت يعني الناس اللي اللي متمكنين أنهم يدخلوا لها دوميناد ولكن الناس مساكن اللي تعاني ولي قاسي ولي ما عندهمش لا هاتف محمول ما عندهمش مثلاً حاسوب في البيت ما عندهمش لا انترنت ما عندهمش طوالات ما عندهمش عندهم صينية مصدية وجوج كيسان ومع ثلاث كيسان وبرراد مصدي هذا الناس ما غيقدروش يجوي يقولون الرأي ديالهم ما غيجيوش يقولون لنا الواقع ديالهم والناس الناس اللي عانوا بزاف من البطش الحسن الثاني هم الناس ديال الريف اللي ما تنظرش قاعد الناس ديال الريف مثلا عندهم إمكانيات باش غير يدخلوا ويشوفوا هذا الفيديو ويقولون الرأي ديالهم الناس ديال جبال أطلس اللي تهو ما عانوا من البطش الحسن الثاني كثيرا جدا حتى أنها بعض الحقائق كتقول أنه كان كيمشي من اللي كان كيمشي كيسيد كانت كيدوز كيمشي مثلا كتعجبوشي بنت في القورة ولا في شي بلاسة كتعجبوشي يقول لهم جيبوها ليا حتى أن مثلا واحد المرأة أنها كانت مزوجة وعندها جوجد أطفال وعجباته ومشوا لها في الليل هزوها هي ولادها السيدة غبرات من ذاك الوقت لحد ديالآن يعني راه راجلها ما زال كين مثلا في النواحي ديال الخنيفرة وهذا القصة صارها معروفة على الناس ديال الخنيفرة كلهم أنه في هذك النهار قبل ما تخطف كان الحسن الثاني في هذيك البلاصة وداز وشافها ومن النهار لأخر من قادش عاوت بانت يعني هذي هذي غير قصة من القصص وعاد مثلا الحياة اللي كانت يعيش الحسن الثاني يعني بزاف الناس مثلا بسبب تعثيم بسبب يعني تي حاولوا يعطو ذيك القدسية الماليك وذيك القدسية الوحد الشخص يعني حاولوا يغطوك على الأخطاء دياله واللي بغي يعرف مثلا الحقيقة يمشي الناس اللي كيعرفوا الحسن الثاني منذ زمين قديم الناس اللي كيعرفوا الحسن الثاني منذ هذي الاستعمار من اللي كان شابه قبل ما يولي مالك واللي بغي يعرف مزيان يشوفوا واحد الفيديو دي رمحمد العنصر الزعيم دي الحركة الشعبية انه قال في واحد الفيديو ان الحسن الثاني قتل واحد الشخص يعني الحسن الثاني اللي هو مالك وأمير المؤمنين وهدي وخالفة الله في الأرض وذلك شي قتل شخص وهذا الشخص عنش قتله هاد الشخص مش يرتكب دانب ولا ارتكب انقلاب ولا ارتكب جريماء ولا مثلا كان كافير ولا مثلا اغتاص بشواحد هاد السيد علش تقتله شد مثلا المسدس وهرماليه واطلق عليه النار اطلق عليه الرصاصة في الرأس علاش علاش هاد الإنسان مثلا طلق عليه الرصاص فرات القصة وهما فيه ان الحسن الثاني كان غاد يركب على العود وطاح في الواد طاح شي طالعيبه طاح في الواد كان غاد يغرق واحد سيد ثلاح وجبدو وعطقو من الغارة ولا قلقوا من الغارة الناس اللي كانوا أطمنوا كانوا paper أ saludcómo يتصوروا المالك كان سيدت وكانت اتصل وقفوا قل ظه Cup أت作روا اسض當 سأدخل المالك كيف سأأطيه مثلاً رتبة وزير أو ما سأتكراط تجنرال أو ما سأأتكرهم حارس شخصي أو من السيد أروب أو واحد سوف يعطيه مثلاً فلوس ولا يعطي شيئاً ليس حتى مثلاً في الليل في القلصة وصحابه قالتين مقصرين يتحشوه يدربون الروج يدربون الويسكي وهو تعطي ذلك خينا اللي يعطيه من اللي يعطي له قدام صحابه وهو يضع له قرطاصة في رأسه ومن اللي قالوا صحابه علش قتلته قال لي ما بغيتش من اللي نكون ماليك يجي شي واحد يقول لي يا رأى أنا درت ليك ولا أنا فعلت ليك ما بغاش يكون مودي للشي واحد وهذا هو أمير مؤمن اللي كتفتخرق به هذا هو اللي كتقولوا رأى من العائلة عائلة النابي واش النابي مثلاً غادي بغي الحافظ دياله أنه يرتكب جريمة في حق إنسان بارئ يلا واقول لي وحب القادة يخلر لحظة مثلاً في العياشة وأن كلهم رجعوا مؤمنين يعني كتشوفوا أنه يعني جميل عياشة لأن شي واحد مثلاً اللي كيقدس وحد الإنسان خرج من الإيمان وحد الإنسان مثلاً اللي كيعبد وحد الشخص ما بقاش مؤمن يعني خرج من الإيمان يعني كيف ما بغي يكون من اللي كتكون يسمى الشرك بالله من اللي كتبقى مثلاً كتحني الوحد الشخص وإنك تبقى مثلاً تبيضق عليه وإنك تبقى مثلاً ترك عليه يعني لهذا ذكره يعتبر شركاً بالله يعني أن العياشة كلهم يعني مشركين أوكي؟ ولكن في هذا الفيديو هذا خاصةً كلهم رجعوا مسلمين كلهم رجعوا يقول لك إذا جاءكم اسميتوا بهذه وكيهضروا على مخصكش الضرب في السميتوا في الشراف ومخصكش الضرب في هذه وهذه 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 ولكن اللي ما عرفتوش الإخوان هادوك الناس مثلاً اللي عياشة واش ما عرفتوش مثلاً الحسن الثاني شحال قتل من بارئة؟ شحال قتل من بارئة؟ يعني ناس اللي ما كانوش يشكلوا خطر على أي إنسان يعني ناس شباب في الجامعات كانو طلاب في الجامعات الدنب الواحد ديالهم أنهم كانو كيخرجوا في المظاهرات وما كانوش يقولون أنه نريد إسقط النظام كانو كيطالبوا غير بإصلاح الأوضاع كانو كيطالبوا بالخبز الكافي للناس كانو اللي ألفوا في واحد لوقيته ديال الستينات والسبعينات أن الناس واحد لوقيته ما كيلقوش ما يأكلوا رغم أن الحسن الثاني كانت تجيه مثلاً الإعانات من أمريكا ومن أوروبا بالملايير الدولارات وحتى واحد ما عرف ديك الملايير ديال الدولارات في المشاتل رغم أن ديك الوقيته أن المغرب كانت لا تتجاوز نسبة السكان فيه 15 مليون باشار والحسن الثاني كيتلقى الملايير من عند أمريكا الملايير الملايير ماشي مئة ملايير كان يعطوه أمريكان من اللي خرجت فرنسا أعطته أمريكان لمساعدات باش ينمي البلاد وكان يصبح مخطبا؟ هل يمكن Luky Moshan الإحاول الملايير الدولار مالحسن الثاني؟ وحدث ينمي البلاد يقولون لنا م threw a different ماهو ينمي الحسن الثاني في المغرب؟ ماهو ينمي البلاد؟ من السدود؟ من السدود الضرع من الشعب من براءة للسدود؟ مازاله يدام العامي كانوا يغادرهم 5 درام براءة لتنميك من براءة للسدود؟ لأنه كان دكي لأنك تعرف أن السدود هي أرخص المشاريع التي يمكن أن يبنها أي إنسان لأن اليد العامرة رخيصة لأن السدود لا تتطلب شيئا ولكن تتطلب غير اليد العامرة الكثيرة واليد العامرة كانت رخيصة لا أعطي حال الناس ماتوا في بناء السدود الملايين المغاربة ماتوا في بناء السدود وكما كلمات ومعطاوه حتى الحقوق ومعطاوه العائلة هذه الناس الذين يبنوا في السدود وصيروا سوقونه مثلا في العهد اللي كانوا يتبنوا في السدود شحل دي الناس كانت تموت في السدود والسيمة كانت أرخص حاجة في المغرب في الستينات والسبعينات هي السيمة اوكي أشنودر بالملاير اللي كانت مشاهدة هاد الشي اللي مشاكي يكذب على الأمريكان كانت يقول لهم راد رتبع السدود رتبع السمية ودفلاء والطرق في عاد الحسن الثاني كانت كلها طرق بنيت في عاد الاستعمار مددت حتى شي طريق ورغم هذا الشي ان الشعب كانت يخلص الترائيب وكانت يدري كل شي في المشات الملايير اللي كانت يجي بالحسن الثانية العياشة في المشات أشنودر بيها يلا قولوا يا إلكون ترجال قولوا لي رجعوا مثلا الناس مثلا في الإضرابات هذوك الشباب مثلا يخرجوا مثلا بمطالبة تحسين الأوضاع ما كانوا حتى يطلبوا إسقاط النظام كانوا يطلبوا غير بإصلاح الأوضاع وكانوا يسحوا بالألاف يدروا السجون السرية وتيعديبهم تعديب هذو قطعوا لي دفاروه وهذو قطعوا لي صباعوه والذو قطعوا لي لسانوه والذو قطعوا مع القراعي والذو قطعوا مع العصي ومن الذو واحد تتيموت الذي يساهلوا من تعديبهم من الذو قطعوا أي أنهم يشدوا البراء لنخرج البراء في ضحو الميضة ليس كيف يدفنهم احياء سيروا يشوفوا المقابر الموجودة في مدينة الرباط ومدينة الدار البيضاء لكي ندابا مازال هناك مقابر جماعية لناس دنب الواحد ديرهم انهم كانوا معارضين هذا هو امير المؤمنين هذه هي امارة المؤمنين اللي كانت هضروا عليها سميتو وحد الجنرال سميتو قرأت عليها هو المدبوح في مشال امريكا وجا عند وحد السيناتور امريكي قال لي هراء المغرب في الفساد حتى في العائلة العلوية فيها العائلة الملكية فيها الفساد اخوة المالك واخوة تات المالك وولاد عموه وابنة عمته والمحيط اللي يضير به من الجنرال سميتو جا سيد السيناتور قال لي بظال هاي اللا احد يالناس الفاسدين في المغرب والمدبوح في هذه اللائحة والجبل الحسن الثاني والرهالي وشنو دار لهم الحسن الثاني وقال لي يدخل سقراسك هادش اللي يخسر عليها هاده هو امير المؤمنين هادية الدولة هي هاده اضروا معايا القلس الحافي العياش بغيت العياش يخرجوا اضروا معايا ده بعد وليتم مؤمنين وقد تخرجوا وقد تضرب الايات القرآنية وقد تضرب الاحاديث وهادي وما خصك اضرب الاعراض وما خصك اضرب سميتو ولا تحديد اعراض لكن الحسن الثاني والقلاوي ورغيتها ايضا كنت حاضر معاهم انا ليس حادث ايضا ايضا ايضاة تقول ان الحسن الثاني والقلاوي ايضا 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 وقد تقول ان ام الحسن الثاني محمد السادس يهودية ايضا كنا فيها ايضا بارود يقول يهود باشر، علش نهو ماشي باشر؟ علش كنت ننكر هذه القادية؟ الأم ديال محمد الخامس كانت يهودية شنو فيها؟ والأم والأم ديال الحسن الثاني اسمه عبلة، ما كانت اسمتها عبلة فلا، سيرو قلبه شنو كان الاسم دياله، الاسم دياله كان اسم يهودي وبدلوا لي هذيك اسمي يردوها عبلة باش تولي اسمي عربيا ما عارفين ش هاد الحقائق، ما كانت تعرفوهم شو سيرو قلبه؟ ده بأنا اللي كيبقى فيها هاد العيش هم ساكن لايرتكيزونوا على حقائق، ولكن يرتكزوا على ذك شلي كيعطوهم مثلا لأن مثلا في الدول المتقدمة، الناس كتمشي كتقرأ كتب حتى ولكنتو ما كتقروا ذك شلي كيعطوكم ذك شلي بغوكم تعرفو؟ هدا هو المشكل ده بكين في واحد الشريحة كبيرة في المغرب وخاصا دوك الناس مثلا لما عجوهمش الفيديو اللي ما صدقوش عن هذا القادية أن المالك الحسن الثاني، الأبدير هو القلاوي المشكل ديالهم، وأنهم ما كيمشونش كيقرعو يعني كيكتافوا بما يسمعون وبذك شلي كيتعطاهم ما يمكنش مثلا يقلب على شي سر ولا مثلا شي خبار اللي التوحد ما عارفه ولا شي حاجة اللي التوحد ما عارفه هدا ما كيقلبوش عليه، لا ذك شلي تعطوهم ذك التاريخ المغربي، ذك التاريخ الرسمي اللي كيعطوهم راه هو اللي كين ومن اللي من اللي أنا أقول لكم واحد الحقيقة ياك القلاوي كان خائن ياك وقتله محمد الخاميس قتله ياك قتله محمد الخاميس قتل القلاوي القلاوي كانوا عنده ولاده ياك علش مالحسن الثاني شد الملك سيفطول القلاوي سافير الألمانية يلا وعطيوني، يعطيوني انتوما ياك ابا خائن والقلاوي ابا خائن كان معبه يعني على حسن الثاني كان наücken ولأني لا تعرفってるسبب القلاوي كانت يهرب الفلوس للخرج وكانت لهم الملايير وكانت لهم الملايير في حسابات أوروبية في حسابات فرنسية و حسابات أوكاليجية و الحل صحيح لصحيح هاتف المه guns و الحل بمثلا باستارجائها plan كي يفطر السكbringen المكناس كي يفطر السacy Samuel باستطيع المعلم بياج JavaScript يالله! Share this case ويقولوا برلفات هذا مكنام ولكنت عادلة مقيرة نجيبه بشخص علحه ماذا تقرأون؟ ولكن تنظن مع أنتم المغربة لكي قدروا عليكم قرروا لكم جميع اللغات قرروا لكم العربية وهي جميع الحقائق التاريخية التي يكتبون عليكم في المكتب العربية والحاجة الثانية وهي الفرنسية اللي كنعرف أن فرنسا دائما تحاول تغطي على النظام المغربي كيف كانت الجرائم دياله يعني رغم هذه الحرية ورغم لي أن النظام المغربي هو موظف عند فرنسا ها تشعر مثلا جميع الكتب التي تكتبت في الفرنسية التي تقول حقائق المجرمين للعائلة العلوية أن فرنسا أخذتهم من السوق أو حياتهم بطرق أو بأخرى ولكن اللي ما تعرفوش خاصة الناس مثلا المغربة اللي كي قرأوا لغات أجنابية بها اللغة الإنجليزية اللغة الألمانية اللغة الإيطالية اللغة الإسبانية كانت حقائق خطيرة على العائلة الملكية وخاصة الحسن الثاني على محمد خلال يعني في ذلك الوقتات ديال الضبابة وخاصة الحسن الثاني والقادية الأخرى ديال الحماية ديال الحماية 1912 رغير كذبة الحماية نور مع الماء رابضت قبل الحماية بعشرين عام الشيء المغرب تستعمر قبل الحماية بعشرين عام غير باش داروا الاستعمار رسمي باش داروا الحماية رسمية لأن 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 إحدى السلاطين اخذوا واحد القرض كبير جدا كبير جدا من عند لاسويس وهذا القرض الذي اخذه من عند لاسويس يعني السلطان اخذوا الفلوس من عند سويسرا ومش اعطاها لسبانيا باش تخرج ليه من من تيطوان لأن إسبانيا كانت مستعمرة تيطوان ومش خرجات إسبانيا من تيطوان السلطان اعطاها واحد القرض باش خرجات من إسبانيا اوكي والقرض اللي اخداته المغرب اللي اخداها المغرب من عند إسبانيا واللي ما قدرش يرجعه لحد الآن ما زلت يخلص فيه لأن الفوائد زالت لأن كيفما نعرفه أن القرض يمكن لا تتباع لكان عندك مثلا شيء قرض يمكنك تتباع شيء واحد مثلا يقول لي فوالا هذا القرض ديال المئتين مليون هل تعطني فيه انتغير مئتين وخمسين مليون لأن القرض فيه الفوائد سويسرا نادت شدات ذاك القرض وباعته الانجلاطيرا وانجلاطيرا هذا ما زال كتتخلص مع المغرب بسبب هذا القرض هذا الشيء اللي ما كيعرفوش المغرب وهذا الشيء اللي يخص المغرب مثلا أوليوه باش يبقاوا انقضوا اسمته خصوم يقلبوا يبحتوا يدير واحد لبعث ورحمة الله وبركاته وإلى فيديو آخر ورحمة الله وبركاته